يوم 22 إبريل من كل سنة اسمه يوم الأرض ويمكن كده إحنا بنقول يوم الأرض إحنا عندنا في وسط زحمة الأحداث والأخبار والأعياد والقصص والتفاصيل والعظمات والحاجات الكتير يوم الأرض يعني يوم الأرض يعني كويس يوم الأرض حلو يعد عليها لكن في بعض الأماكن بيهتموا جدا بأنهم يعملوا حالة من التوعية بيوم الأرض كنت تلاقي أنه مبادرات زي أننا نطفي نور ساعة عشان يوم الأرض عشان البيئة وعشان ننتبه كلنا ساعة كل بلاد العالم تطفي الكهرباء كلها عشان تخفف من الاستهلاك في الأرض اليوم العالمي الأرض السنة دي شعاروا كده استثمروا في كوكبنا من أجل إيجاد حلول أسرع لمكافحة تغير المناخ وتحدياته اللي متابع وعرف اللي بيحصل في العالم واللي بيحصل في مصر مصر السنة دي بتستضيف واحد من أهم الفعاليات العالمية لتغير المناخ وهو كوب سيفن المؤتمر ده من أهم المؤتمرات والمتديات الدولية لتغير المناخ ومصر مشاركة فيه من قبل ما نبدأ حتى في استضافته لكنها مشاركة في كل الفعاليات الدولية لتخصه طيب ده ده بالنسبة دي أنا يهمني في إيه؟ أو ده أنا أقدر أعمل فيه إيه؟ تاني هنرجع نقول فيه أجيال أصغر أكثر وعياً يعني هتلاقي كده ابنك أو بنتك اللي بيدرسه منهج ربعة ده اللي مش عجبك اللي بتقول عليه غلص وتقيل اسأله كده قوله مثلاً إيه دورنا في حماية البحر؟ هيقول لك يا نهارة بيد حماية البحر ده إحنا لازم نلم كل البلاستيك اللي في البحر وهتلاقي إنه أكتر حاجة خطر على البحر والبيئة بتاعة المحيطات هي البلاستيك هتلاقيه فاهم وعارف وهتلاقي أي حد تعليمه أفضل شوية قادر يقول لك إنه إحنا بنتفي النور اللي مش بنستخدمه وإننا بنقفل المياه قد ما نقدر وإننا بنستهلك أقل كل ما تبقى علمك أكتر أو ثقافتك أعلى كل ما تلاقي إن انت فاهم يعني إيه رغيف العيش ده لو رخيص أو غالي لو أقدر على تمن أو ما أقدرش أنا بحافظ عليه ده اسمه الاستثمار في الكوكب فده دور بقى الناس العادية إنه آه يوم الأرض يعني إيه الأرض اللي شيلانة دي مش قادرة تستحمل ده فبالتالي كل واحد فينا بيعمل حاجة صغيرة جداً هو بيعمل دور كبير في الحفاظ على الأرض ده اللي ساعات بننسى نقوله ساعات بننسى نتكلم عنه في خضام أحداث كتير إذا كنت أنت بتقوله أو بتعرفه أو بتتابعه أو لأ على الأقل الله يخليك لما تلاقي المدرسة بتعلم ولادك ده شجعهم بتعودش تسرخ قدامهم وتقولهم المنهج صعب متعودش تقولهم مش هتقدروا لكن الحقيقة هم هيقدروا وإذا يمكن كان فيه أجيال كده وقعت من كل قيم مهمة وحلوة الأجيال اللي جاية فيها أمل كبير كل سنة ومتطيبين بمناسبة كل الحاجات الحلوة النهاردة تكلمنا عليها التحريسينة وعلى يوم الأرض ومتكلم عن أعياد وكل سنة وكل المصريين بألف خير عيد القيامة بعد بكرة بنستعد خلاص لعيد الفطر إحنا من دلوقتي بتدت الناس يقولولنا بعد العيد فخلاص أنت دخلت في أجواء العيد كل سنة وإحنا بألف خير يا رب